بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قناة رسام الفنون الجميلة تقدم فيديو بعنوان أسرار وعجائب اسم الله المؤخر من أسماء الله الحسنى المؤخر هو الذي يؤخر الأشياء ويضعها في مواضعها لمن شاء من الفجار والكفار وكل من يستحق التأخير واسم الله المؤخر ضد المقدم يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم المؤخر دل على صفة من صفات الزات ودل على صفة أيضا من صفات الأفعال في ذاته مؤخر وفي أفعاله مؤخر وورد اسم الله المؤخر كوصف فعل في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يا أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين سورة المنافقون الآية عشرة والله المؤخر والذي يؤخر العذاب بمقتضى حكمته ورحمته ابتلاء لعباده لعلهم يتوبوا إليه قبل أن يستحقوا العذاب ووردت كلمة يؤخركم في القرآن الكريم مرتان في صورتان من صور القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من زنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين سورة إبراهيم الآية عشرة وقوله سبحانه وتعالى يغفر لكم من زنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سورة نوح الآية 4 وقوله سبحانه وتعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى فالله سبحانه وتعالى يؤخر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره إلى أجل مسمى إلى حين إنه يبقيكم إليه ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى أي مقدر بالبقاء في الدنيا إلى وقت محدود واردت كلمة يؤخرهم في القرآن الكريم سلاس مرات في سلاس صور من صور القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سورة إبراهيم الآية 42 وقوله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة النحل الآية 61 وقوله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً سورة فاطر الآية 45 ووردت كلمة يؤخر في القرآن الكريم مرتان في صورتان من صور القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورة المنافقون الآية 11 وقوله سبحانه وتعالى يغفر لكم من زنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سورة نوح الآية 4 فالله سبحانه وتعالى قدم الأبرار وأخر الفجار قرب أنبياؤه وأحبابه وأبعد أعداؤه فالمنحرف غير المؤمن غير المستقيم فالذي يؤذي خلقه غير الذي يسعدهم ويجري وراء قضاء حاجتهم وأكبر مكافأة لأحباب الله إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلوبهم ويقربهم فهو المقدم ويؤخر أعدائه بإبعادهم وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير ليصل هذا الفيديو إلى أبعد مدى الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني وأشكركم على حسن المشاهدة وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى من سلسلة أسماء الله الحسنة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته